السلام عليكم وعليا بكم في حلقة جديدة مع أسامة نتناول فيها أهم أخبار النادي الآلي وكرة القدم المصرية اللي خلاص دخلين على طول في مرحلة الدور العام والجولة التانية اللي هتبدأ النهاردة لكن قبل ما أروح للجولة التانية أروح الأول لمارسل كولر والحقيقة عجبني جدا فيديو مارسل كولر وحرصه على استقبال تحية جماهير النادي الآلي بالقرب جدا من سول المدرج كولر له علاقة خاصة بتربطه مع الجماهير وأعتقد ده بنشوفه في تصراحات كتير لمارسل كولر في المؤتمرات الصحفية عن فكرة لابد يكون متواجد الجماهير بالساعة الكاملة بيحب يشوف جماهير النادي الآلي يمكن حتى طالب أن المباراة القادمة تكون الجماهير أكتر من اللي حضرت النهاردة وده بيعرفك قدي الرجل ده منشاغل بفكرة الدعم الجماهيري وده شيء يستحبك للأمانة لما يقدمه مع النادي الآلي عجبني أنه أتكلم عن فكرة الروتيشن وأن ما فيش لعب هيتعرض لأي ظلم في عهده وكل لعب هياخد فرصة المهمة لما تيجي فرصتك قدم النسخة الأميز يمكن حقيقة شوفنا بعض اللاعبين مبارح ويمكن أنا أتحدث تحديدا أن أحمد عبدالقادر لأن كان نهاية الموسم الماضي ما كانش في أفضل أحواله وأحمد عبدالقادر راجع بيلعب احتياطي ما فيش أدنى مشكلة بعد ما كان بيلعب أساسي بينزل بيسيب بصمته لعب بيركز أنا عايزك تركز في ده لأن المنافسة كبيرة جدا ومنافسة صعبة جدا وكلها المصلحتك ومصلحت الفريق أولا ليه؟ لأن المصلحتك لما تلاقي مكانك مش محجوز باسمك أنت هتكتهد أكتر فأطلع أفضل ما عندك طب وفي نهاية ده بيصب فين؟ في مصلحة الفريق بشكل عام والأهم كمان أن الضغوط المبارات اللي جاي دي هتخلي أي لعب متاح هيكون موجود وقريب جدا من الملعب شوفنا ريدا سليم في مبارات المصري شوفنا حسين الشحات في مبارات سانت جورج هنرجع نشوف ريدا سليم تاني المبارات القادمة ممكن ما نشوفش بيرس تاو يحصل راحة لي ممكن يتم روتيشن وأتمنى طبعا اللي هو هدف عند كل جمهير النادل آلي راحة علي معلول قدر الإمكان وأتمنى علي معلول لا يشارك في مبارات سانت جورج الجاية مش بنستهتر بالمبارات لأن كابتن سامق أمصان قال احنا منعين قصة الاسنطار وده شيء إيجابي جدا ولكن إلى حد ما يعني الفريق اللي بيوجهك تقدر تلعبه ببعض البودلاء عادي جدا خاصة لو حد زي كريم الدبيس بعيد تمنع مشاركة بشكل أساسي يبدأ ياخد أجواء بعض المباريات لإراحة علي معلول في المقابل برضو عندنا في الجانب الأمامي في طهر محمد طهر أحمد عبدالقادر عودة رضا سليم موجود محمد مجدي أفشا موجود صلاح محسن يعني اللي محتاج يشد شوية مع قاربة بالتأكيد في الموسم الحالي كل دي أمور بتقولك أن مباراة سانت جورج الجاية هي المباراة تلتقط فيها الأنفاس بعض الشيء ويمكن ده مزع على الناس كتير أنت عايز تلتقط الأنفاس لا الأنفاس بتاعتنا غير الأنفاس التانية أنت عايز تلتقط الأنفاس في مباراة مع سانت جورج مش كفاية أن أنت قدر تتوفق أن أنت تجيب المباراتين في القاهرة كمان مش عايز تلعب مبارات سيراميكا يوم الأربع وسانت جورج يوم الجمعة ده حديث كان مفاده كده قصة التأجيلات اللي الأهلي هيعاني منها وأنا بقول من بداية الموسم هيعاني منها ولكن إزاي ألعب كل 48 ساعة فيطلع ميدو يقولك كان في المسلسل رمضان مبروك أبو العلمين حمول يقولك الحلوة عندنا في فرنسا ميدو بقى راح الدورة السعودية يحل ناك قالك بص بقى في السعودية هتلاقي الموضوع مختلف تماما أنت عادي جدا تلعب كل 48 ساعة مباراة عادي جدا تكون طالعة تلعب في إيران وتيجي بعد 72 ساعة تلعب في السعودية عادي هو أنت يميدو لسه محتاج حد يوضح لك أن السعودية ساعة تسعي جير جدا جدا لخدمة فرقها في البطولات الأفريقية لو أنت مش قادر تستوعب أن أصلا أنت رايح في قارة ما فيهاش تكافؤ فرص في البطولة الأم للأندية تبقى أنت مش قادر تستوعب يعني ما فيهاش تكافؤ فرص يعني قسم القرى نصين نص غربي يلعب مع بعضه اللي هو أندية الخليج وطلعوا لنا نادي والجزء المدعكة التانية دي اللي هناك دي في أندية اليابان بقى وأندية كوريا والصين وخش في السكة دي كلها خبطوا أنتوا في بعض وطلعوا لنا نادي فقال له حصل إيه؟ المجهودات دي أصمرت أن فرق السعودية بقت أقرب جدا جدا لتحقيق لقب البطولة عن ما مضى بدليل فريق الهلال مثلا 24 سنة ما عرفش حالة البطولة بنظامها القديم اللي كان فيه تكافؤ فرص عادل ده وأول لما لعب في الجزء بتاعه صعد لتنين نهائي يخسر واحد وخد واحد وكسب واحد فلو فيه تكافؤ فرص يخميده كنت تقول أن الهلال يروح يلعى في الصين أن التحقيق جدا يروح يلعى في اليابان زي ما الأهلي يروح يلعى في جنوب أفراقيا ينفع بقى أنا جوالك هنا في أفراقيا هاتلي الأهلي مع عنديت ليبيا مع عنديت تونس مع عنديت الجزائر نصفي مع بعضينا وبعد كده بقيت بكرت صفي مع بعضيها وطلع لنا واحد نلعبه في النهاي عشان نلعب كل تمانية واربعين ساعة أو كل 72 وسبعين ساعة الناس للأسف للأسف بتردد كلام ويامش عارف أبعاده خاصة لما بيجي من الناس المفترض المفترض أن لعب في مستويات عالمية لعب في مستويات عالمية ده السنة اللي فاتت بيبجوار دولا كان عايزي أجل المباراة تسع ساعات عشان الريكوفر بتاع اللعيمة بتقوه فما ينفعش الكلام كده يا جماعة يفضل الناس تطلقوا كده في الهواء الطلق والحلوة عندنا في السعادية لا السعادية دولة قدرت بمجهوداتها الرياضية إنها تقسم البطولة الأم للأندي عشان إيه؟ عشان توفر فكرة السفر لشرق القرى وتاخد عشر ساعات وتمت ساعات وتسعة ساعات والسفريات الطويلة دي كلها عشان في النهاية يطلع فريق خليجي يقابل فريق من شرق القرى مين بطل القرى دي فما تتكلمش عن تكافر فرص يميده وعدلق والأشياء دي الحقيقة الناد الأهلي اللي هيعاني من التأجيلات دي لأنها يتم ضغطه بالتأكيد في المراد دي وده ده ريبة الناد الأهلي اللي بيشارك في كل البطولات اللي هو بيحافظ على ماء واجه كرة القدم المصرية ومن كرة القدم المصرية لمباراة الدوري من الناد الأهلي وماء واجه كرة القدم المصرية لمباراة الدوري وكرة القدم المصرية الزمالك والمولين الساعة سبعة قبلهم هيسبقوا مباراة بيرامدز والبنك الآلي ربما تكون المباراة الأخيرة لباتشيكو أو ربما يكون ضغوط باتشيكو وردوده على الصحفيين ان هو وصل رسالة لإدارة بيرامدز النواة يرحل بعد البنك الآلك تكون ضغوط على إدارة بيرامدز ربما يكون عايز زيادة في المقابل ولا حاجة ما انا عرفش الظروف هتتمل ازاي هيبان النهاردة بعد براد بيرامدز والبنك الآلك اللي هيكون حكمها ساحة أحمد العنبور وحكم تقنية البيديواء الفرحات على المقابل او بعدها هيكون برادة الزمالك والمقولين العرب يعني مش هقدر اقول لك لقاء الجريحين لان المقولين هو الجريح الزمالك النقطة بالنسبة لأمام بيرامدز ما كانتش جرحة بشكل كبير هو فقط نقطتين أمام بيرامدز ولكن مواجهة تكون صعبة جدا على كابتن شاوء غريب اللي خسر الجولة الأولى أمام بلدية المحلة 2-0 وعليه ان هو يعني يحصد اي اول نقطة في المسابقة يكون الامر صعب جدا سواء على الزمالك او على المقولين ليه بقوله على الزمالك والمقولين لان برادة الزمالك والمقولين بيكون فيها بعض الناديات اللهم إلا حظ أمين عمر يستمر مع نادي الزمالك ويظل النادي الزمالك يحقق الفوز مع حكم الساحة أمين عمر وحكم تقنية الفيديو محمد عادل في النهاية احنا نتمنى تلاشي قدر الامكان لأخطاء التحكمية وعدم رؤية أخطاء التحكمية جاسيمة على عكس الجولة الأولى اللي كان فيها 3 أخطاء التحكمية في رجلات جزاء ربما لم تكن مؤثرة في نتائج بعض الامرات بسناء مراحضة الاتحاد السراميكا ولكن كانت أخطاء لابد من رصده واللي أيضا لابد من رصده هي تصرحات حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك ولما بتتكلم عن حسين لبيب فأنت بتتكلم عن واحد يعني يتبقى أيام لإعلانه رسميا رئيس نادي الزمالك مع كامل احترامي لانتخابات نادي الزمالك الموضوع منتهي ومحصوم ومعروف ومترتب له من شهور حسين لبيب هو رئيس نادي الزمالك ده رقم واحد رقم اتنين بتتكلم عن حسين لبيب فأنت بتتكلم عن رئيس لجنة أدارة نادي الزمالك لمدة ست شهور فمطلع على ملفات نادي الزمالك بشكل واضح جدا فكلامه لما بيتقال في نقطة معينة وواضحة فده كلام حد مطلع حد مسؤول حد كالرئيس لجنة تدير نادي الزمالك انت بتقدم المقدمة دي كلها ليه؟ عشان اقول لك اللي احنا بنقوله دايما من زمان ان القصة في الزمالك مش قصة فلوس مش قصة رواتب هي قصة التزامات حسين لبيب طلع معه الاستاذ عمر قديب اعترف بوضوح ان كل عقود او عقود لعيبي نادي الزمالك في كل الالعاب تفوق عقود لعيبي نادي الزمالك في كل الالعاب محق وهو صادق في ده فعلا وده مش جديد يا جماعة ده على مدار تاريخ نادي الزمالك وتحديدا في قرات القدم عقود لعيبي نادي الزمالك بتكون اعلى من عقود لعيبي نادي الزمالك فالقصة ما كانتش فلوس وكان الكلام ده كله حتى من قبل الرعاية يعني قبل ما يبقى فيه دخول الرعاية في الموضوع وفي شركات رعاية بتدفع لا من وقت الانتماء ما كان هو السماء الغالبة كان نادي الزمالك بيدفع فلوس اكتر للعابي من الفلوس اللي بيدفعها النادي الاهلي للعابي ومع ذلك يا اخي سبحان الله النادي الاهلي بيحقق بطولات اكتر من نادي الزمالك في اي حجبة زمالية ترجع لها في اي حجبة زمالية ترجع لها هتلاقي النادي الاهلي بحقق بطولات اكبر من بطولات نادي الزمالك اللهم إلا الستينيات دي لو حسبنا من 62 إلى 67 لكن لو حسبت من أول الحجبة من 60 إلى 70 هتلاقي الأهل يواخد بطلات لكن كان في حالة من حالات التعادل يعني إلى حد بعيد ما بين البطلات دي لأن نادي الزمالك قيدت بناسة خيفة قوي لأن نادي الزمالك كان يعني له دعم كبير جدا في الفترة دي فحسين لبيب طلع وقال عقود نادي الزمالك أعلى من عقود لعبي النادي الزمالك ليه وقف عند النقطة دي؟ لأن دا كان المصار أصلا حوار ونقاش ودبيت إعلامي مع أحمد حسين ميلو لما جاه وقال لك بص ميزانية نادي الزمالك يصرفه قد إيه والزمالك يصرف قد إيه بس الأهل محاق بطلات قد إيه والزمالك قد إيه والمقارنة دي وتجاهل تماما فكرة عقود اللعبين عقود اللعبين اللي وصلت خمس فتيات أو سيدات الكرة الطائرة أنهم يشتكوا نادي الزمالك بس مش ده الغريب الغريب بأن حسام شكري المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك طلع وقال أصلي فيه لعبة فيه أندية لعبة في دماغ اللعبة دي يا راجل يا راجل يعني هيلعبوا في دماغهم يدوم إيه أكتر من اللي الزمالك بيديه يعني هيلعبوا في دماغهم إزاي يعني أنت بتتدرب أضعاف اللي الأهل مثلا بيدفعهم ولاهل نادي كبير في دفع الراتب في الكرة الطائرة أو في ألعاب الصلاة يعني هاهمين اللي هيلعب في دماغهم يدي أكتر من الزمالك القصة كلها أنتوا مقدرتوش تلتزموا بالإغراءات الشيدة جدا اللي انت رطوا على البنات وبالتالي راحوا اشتكوكم ولكن الغريب أنه قال اللجنة اللي بديه لنادي الزمالك خلال خمستاشر يوم هتسدد كل مستحقات لعبي الطائرة وده اللي حصل مع أحمد سيد زيزو اللي قال مش هلعب إلا ما أخد مستحقاتي خدع مستحقتك أنا داخل القايمة مع المقولين العرب وعودت أحمد سيد زيزو لقايمة نادي الزمالك دي الحالة اللي موجودة في نادي الزمالك حد بقى بيسأل الفلوس دي بتيجي منين طب الفلوس دي بتتسدد إزاي طب هي بتتسدد وانا بتتسددش طب هل الزمالك بيعاقب هل الزمالك لا يعاقب الزمالك لا يعاقب من الاتحاد دولي من الاتحاد المصري ما فيش عقوب ترخيص وتصرحات بتطلع كل طول الوقت ودايما بيشاركوا بطولة أفريقيا بالترخيص دي لكن انت تفكر بقى في الكلام ده الفلوس بتيجي منين ما ما تسألش انت عارف هي بتيجي منين ده بالنسبة لجزء من حسين نبيب وهي قصة العقود لكن الأهم بالنسبة لي وهو التبرئة الواضحة لكل إنسان ممكن يقعد مع نفسه بالورقة والقلم ويحسبها كده وهي فكرة الرعاية وما هو متعلق بالرعاية هو عنده طموحات ان يجي برعاية زي الناد لأهل طموحات واماني ربما يحقق ذلك لكن الأهم بالنسبة لي ان هو قال ان الفارق ان الاهل بيجي له رعاية لانه عنده قدارة الفارق ان الاهل بيجي له رعاية لانه عنده شركة تسويق واحنا ما عندنا لاش تسويق او لجنة تسويق وهو ما عندوش لجنة تسويق فبالتالي المشكلة عند نادي الزمالك ده مش دهو بس كانت قال ده التقال الاهم واللي احنا كنا بنردده ان ما ينفعش راعي يجي يوقع معايا النهاردة وبعد ست شهور يلاقي نفسه بيتفسخ معاه عقد الرعاية وبيتشتم في التلفزيون ده الاهم بقى اللي قاله عشان الناس كانت بتقولك وليه مصطفى شوبر بيطلع لعلك كيس الشبسي هيتلع لك في كل مكان قريبا ليه بيطلع على كيس شبسي وانا ما بشوفش لعيبة اخرى من نادي الزمالك على كيس الشبسي مسلا فرد حسين لبيب وقال المعلومة لازم نوضحها قال تم التعاقد في فترته على تلات عقود اعلانية مع تلات لعبين بعد ما اللجنة رحلت تم فسخ التعاقد من قبل مجلس درد الزمالك ازا المشكلة فين؟ المشكلة كلها قائمة في نادي الزمالك هتقول لي بس حسين لبيب زي وزي كل حد مرشح محتمى نادي الزمالك لان ما قدرش يتكلم مثلا على الانشاءات اللي اتعاملت داخل نادي الزمالك لما عامرا دي بسأله عن شكل النادي كان كويس ولا مش كويس لا شكل النادي اختلف تماما وانت عارف ده كويس قوي وده كان طبعا بالدعم غير المسبوك اللي تم تقديمه المرتضى منصور من كل الجهات عشان يطور في نادي الزمالك ويغير الصورة السلبية السيئة اللي كان بتقيلها الكاميرات عن نادي الزمالك فالحقيقة ما قدرش يقول ده ليه؟ لانه عايز يوضح ان قبله نادي الزمالك برضو كان فيه صعاب كبيرة جدا لدرجة ان حتى قال حاجة انا بصراحة دحكت فين بطولات نادي الزمالك وكوس نادي الزمالك اتسرقت يا جماعة هو اي كلام كده بيتقال وخلاص يعني نتمنى ان شاء الله لما ترجع ما فيش حاجة تتسرق مش هيستغرح لكم اكتر من كده نشوفكم على خير والاهل دائما منتصرا الاهل فوق الجميع سلام نمشي بقى